اهلا بكم اصدقائنا بحلقة جديدة من برنامج العيادة انه ارضا هنجاوب على سؤال هل يمكنني علاج الافرازات البنية بعد الدورة بالاعشاب ولكن قبل البداية لا تنسوا دعم القناة باللايك والسبسكرايب اهلا بكم والسؤال هو لاحظت بعض دوراتي الحالية والسابقة نزول الافرازات البنية وانا مصابة بكيس على المبيض ولكن لم يؤثر علي سلبا لهذا لم اعالجه وكذلك اضع اللولاب منذ ثلاثة اشهر فهل يمكنني تناول القرفة للتخلص من هذه الافرازات ام انها تؤثر سلبا على اللولاب والكيس وهل يوجد اعشاب اخرى والاجابة هي الافرازات البنية التي تنزل مع بداية او في نهاية الدورة الشهرية ما هي الا افرازات طبعية ممزوجة مع دم الدورة الجديد والتي لم تبدأ بالتضفق بغزارة بعد او دم قديم قد تأكسد مع الهواء في تغير لونه وفي كلتا الحالتين احييتك علما بان هذه الافرازات المتزامة نزولها مع نزول دم الدورة الشهرية لا تدعو للقلق اما عن سؤال هل تساعد الكرفة على التخفيف من ظهور الافرازات البنية فاسبتت بعض الدراسات فعالية الكرفة في التخفيف من غزارة دم الدورة الشهرية وبالتالي التخفيف من نزول الافرازات البنية المتزامة نزولها مع نزيف الدورة وأود لفت انتباهك إلى أن الكرفة تساعد أيضا في التخفيف من آلام الدورة الشهرية وبالنسبة لسؤال هل توجد أعشاب أخرى تخفف من نزول الإفرازات البنية فقد تساعد بعض الأعشاب في التقليل من نزول دم الدورة وبالتالي التقليل من نزول الإفرازات البنية المتعلق نزولها بالدورة وتساعد في التقليل من آلام الدورة وقد تشمل أولا الكمان ثانيا الزعتر البري ثالثا الزنجبيل وأخيرا الشمر أما بالنسبة لسؤال ما علاقة أكياس المبيض بنزول الإفرازات البنية فبالنسبة لكيس المبيض الذي تعاني منه ففي الغالب هو كيس وظيفي سيختفي من تلقى نفسه دون تدخل طبي خاصة أنه لم يحدث أي أعراض تدعو للقلق مع التنويه إلى أن من أعراض أكياس المبيض نزول إفرازات بنية من المهبل وبالنسبة لسؤال هل تركيب اللولب علاقة بنزول الإفرازات البنية فالإجابة هي نعم قد يترطب على تركيب اللولب حدوث بعض الأعراض الجانبية ومن بينها نزول إفرازات بنية بين الدورات الشهرية خاصة في الشهور الأولى التي تالي تركيب اللولب إلا أن ذلك سيختفي مع مرور الوقت وأنصحك بزيارة الطبيب للإتمئنان على صحتك وعلى وضع اللولب وكيس المبيض وخاصة إذا ظهرت أعراض جديدة مثل أولاً ألم في منطقة الحوض أو أسفل البطن ثانياً ألم أثناء الجميع ثالثاً استمرار نزول الإفرازات البنية لعدة أسابيع رابعاً نزول الإفرازات البنية بعد الجميع خامساً إفرازات ذات رائحة كريهة سادساً حرقة في البول وأخيراً الحكة المهبلية وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكي دوام الصحة والعافية ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالحلقة وترك رأيك في التعليقات ترجمة نانسي قنقر